اشتركوا في القناة المناطق الساحلية والداخلية الغربية تكون محملة بأمطار سحب كثيفة تكون محملة بأمطار متفاوتة الغزارة تهم المناطق الساحلية الشرقية والوسطى وكذا المرتفعات الغربية الداخلية أجواء مغشات بسحب عابرة ومن النوع العالي تهم المناطق والمرتفعات الوسطى وكذا المناطق الساحلية الغربية أجواء مشمسة بالجنوب الغربي يمتد هذا الصفاء ليصل إلى جنوب إلى وسط الصحراء بأدرار واعي صالح تعترضنا أيضا بعض الزوابع الرملية التي تنشط بفعل الرياح الجنوبية القوية نسجل أجواء مشمسة أيضا بالجنوب الشرقي وكذا بأقصى الجنوب وأجواء مغشات بمرتفعات الهوغار والتصيلي أما بالنسبة عن درجات الحرارة فستتراوح ما بين 15 إلى 19 درجة بالمناطق الساحلية 17 درجة تحديدا بالعاصمة 9 درجات بمرتفعات الشرقية بيكون هذا بتبسة 7 درجات لبتنى وقسنطينة نسجل 15 درجة بكل منتزي وزو والبورا 11 درجة بالمرتفعات الغربية بالبيض مشرية وانعامة 23 درجة بالجنوب الغربي بتندوف 21 درجة بوسط الصحراء ما بين 25 إلى 26 درجة يكون هذا المقياس بمرتفعات الهوغار والتصيلي بكل منجنت واتمن راست وأخيرا 25 درجة نسجلها بأقصى الجنوب بعينكزام وبرج بجي مختار كان هذا بالنسبة عن درجات الحرارة القصوى أما توقعاتنا لدرجات الحرارة الدنيا والليلية فستعرف أيضا انخفاضا خاصة بالمناطق الداخلية كما نلاحظ لدينا درجة تحت الصفر نسجلها بتبسة ومرتفعات الأوراس وحتى قسنطينة وبتنى 9 درجات بكل من سكيكدا وعنبا 6 درجات للعاصمة 7 درجات لكل من وهران وشلف أقول 7 5 درجات ببشر درجة واحدة بالبيض نسجل ثلاث درجات بالجلفة نسجل ثمان درجات بشمال الصحراء يكون هذا بغردية والمنيعة لدينا سبع درجات بوستة الصحراء أدرار عين صالح وتيميمون عشر درجات بمرتفعات الهوغار والتسليس الدرجات للجنوب الشرقي ونسجل 13 درجة بأقصى الجنوب بعينكزام وبرج بجي مختار من درجات الحرارة الدنيا نمر إلى أحوال البحر عن البحر البحر سيبقى مضطر بي يكون هذا أو شديد الاضطراب يكون هذا بفعل رياح شمالية غربية تمس كامل الشريط الساحل ابتداء من القالة مرورا بسكيكدا وعنبا بجاية الجزائر العاصمة شرشال ووصولا حتى وهران وبني صاف وستتراوح سرعته ما بين الأربعين إلى الخمسين كيلومتر بساعة بشواطئ الوسطى والغربية كما نلاحظ وستلامس الستين كيلومتر بساعة بالشواطئ الشرقية يكون هذا بالقالة وعنبا نختم نشرتنا وكما عودناكم مشاهدين الكرام بمواقيت الشروق والغروب لمدينة الجزائر العاصمة وضواحيها إن كان الشروق على الساعة السابعة وثمانون وثلاثون دقيقة أما الغروب فمن المرتقب أن يكون على الساعة الخامسة واثنتين وثلاثون دقيقة كل هذا بإذن الله إلى هنا نكون قطوين أوراق نشرتنا الجوية شكركم على حسن الإصغاء والمتابعة في أمان الله